بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتقدم في الدرس الماضي الكلام على ما يتعلق بتعريف الحج مصطلح الحج لأن البحثة والدرس في كتاب الحج من كتاب الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق الإشبيلي المتوفى سنة خمسمائة واثنين وثمانين والذي جمع فيه بين أحاديث الصحيحين وهما صحيح الإمام أبو عبد الله وصحيح الإمام أبي عبد الله صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي وصحيح الإمام مسلم ابن الحسين مسلم ابن الحجاج صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج القصيري وكنيته أبو الحسين أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القصيري جمع بين أحاديث صحيحي ما في هذا الكتاب لكنه طريقته أو أن الذي درج عليه في هذا الكتاب هو البدء بالأحاديث أو بإرادة الأحاديث من صحيح من صحيح الإمام مسلم من صحيح الإمام مسلم وليس من صحيح الإمام البخاري لكن يثني بعد ذلك بعد إرادة الحديث من صحيح مسلم يثني عليه بإرادة الحديث من صحيح البخاري إذا كان البخاري وافق مسلما على روايته يعني أصبح الحديث متفقا عليه بينهما وإذا كان الحديث هذا الكتاب لم يقتصر فيه مؤلفه على الأحديث الذي اتفق عليه الشيخان التي اتفق عليه الشيخان فقط وإنما ذكر كذلك الأحديث التي انفرد بها واحد منهما عن الآخر فيذكر أيضا الأحديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري يوردها أيضا في كتابه وكذلك يورد الأحديث التي انفرد بها أو تفرد بها البخاري وعن مسلم كل الأحديث التي تضمنها هذا الكتاب مع شيء من الاختصاب طبعا اختصر الأسانيد واختصر الروايات واختصر الألفاظ وهكذا سيتبين هذا كله أثناء الدرس والقراءة في الكتاب وقد فصل بنفسه منهجه في هذا الكتاب في مقدمة طويلة في أول كتاب لكن الآن الكلام هو الدرس في كتاب الحج من هذا الكتاب وقلنا أن الحج يعني درج المؤلفون والمصنفون في الحج على أن يبدأوا ليس مباشرة بذكر الأحكام وإنما يبدأون بذكر فضل الحج وبيان أنه ركن من أركان الإسلام وما يتعلق كذلك بمعنى الحج وتعريف الحج كمصطلح الحج والعمرة وقلنا أن هذا هو الأولى يعني هذا هو الأولى وهو المتعارف عليه وهو الذي درج عليه المؤلفون والمصنفون في كتب الحديث بهذه الطريقة لكن الذي حصل هنا أن الحافظ عبد الحق الإشبيلي مصنف هذا الكتاب بدأ بما بدأ به مسلم لأنه يتابع مسلما هو يتابع مسلم يولد الحديث أولا من صحيح مسلم يولد الحديث في البداية دائما هكذا طريقة دائما يولد الحديث من صحيح مسلم ثم يتبع ذلك بإرار الحديث من صحيح الإمام البخاري إذا كان البخاري رحمه الله قد رواه أيضا قد روا نفس الحديث نفس الحديث يعني أصبح متفقا عليه بين الشيخين فالإمام فهو تابع الحافظ عبد الحق شبيلي تابع مسلما في أنه بدأ الكتاب بأحاديث أو بباب ما يلبسه المحرم باب ما يلبسه المحرم يعني دخول مباشرة على الأحكام على الأحكام وليس على ما هو المألوف والمعتاد لدى المصنفين من البدء بماذا بفضل الحج وباين ركنيتي وغير ذلك مما يتعلق بالمقدمات لكن الإمام البخاري رحمه الله يعني مسلم رحمه الله إنما ذكر فضل الحج ولم يسقطه يعني من الكتاب لكنه ذكره بعد ثمانية وسبعين بابا يعني أورد قبله ثمانية وسبعين باب فيها أحاديث كثيرة على طريقته في إرادة الأحاديث في موضع واحد كل باب أحاديث يريده في موضع واحد وقلنا هذا من الترتيب والتسهيل فيصبح البحث والدرس في صحيح مسلم أسهل كثيرا من الدرس والبحث في صحيح الإمام البخاري هذا شرط إليها سجارة عابرة وقلنا أن هذا لعله هذا تأثر من الحافظ عبد الحق الاشبيل لأنه من الأندلس هو أندلسي هو أندلسي يعني في المشرق أو في المغرب المغرب الأندلس تابع في حكم المغرب يعني شمال المغرب شمال فهو تأثر بمنهج أهل المغرب أو المغاربة في تقديم صحيح مسلم وقلنا أنهم قدموا صحيح مسلم ليس من ناحية الأصحية لا لم يقدموا مسلما على البخاري لجانب الأصحية أنه أصح من البخاري لا ليس هذا السبب السبب كما بيّنه لما تحدث الأمام أبو عمر بن الصلاح عن القضية فقال أنه ليس المغاربة فقط بل أبو علي النيسابوري الذي اشتهر بتقديم صحيح مسلم على البخاري هو أبو علي النيسابوري وبعض شيوخ المغاربة يعني ليس كلهم حتى بعض شيوخ المغاربة وافقوه أيضا على ذلك لكن يقول ابن الصلاح رحمه الله في كتاب علوم الحديث أو المقدمة التي اشتهرت مقدمة في علوم الحديث يقول بأنه إذا كان قصد إذا كان أبو علي النيسابوري قصد بقوله أنه ليس على أديم الأرض أو عبارة قريبة من هذا أصح من كتاب مسلم هذه عبارة أبو علي النيسابوري يقول إذا كان قصده أقول ابن الصلاح إذا كان قصده بأن بأن أن مسلما ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد الإمام مسلم صحيحه ليس فيه بعد المقدمة بعد مقدمة لأن مسلم له مقدمة طويلة فيها أحاديث كثيرة بخلاف البخاري ليس فيه مقدمة المهم أنه إذا كان قصد أبي علي النيسابوري أنه أن مسلما ليس فيه بعد المقدمة إلا الحديث السرد الصحيح يعني فهذا لا بأس به يعني نمشيه هذا ماشي نوافق أبي علي نمشيله هذا لكن إذا كان قصده بأن مسلما أصح فهذا مردود هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله إذا كان قصد أبي علي النيسابوري أنه قدم مسلما يعني قال بأنه التقديم هذا لأن مسلما أصح من البخاري هذا مردود عليه لكن قال ابن الحافظ من الحجر ماذا قال معلقا على هذا على قدم الصلاح قال والذي أراه والذي يعني يترجح عنده أن عبارة أبي علي النيسابوري ليس فيها بأن مسلما أصح من البخاري ما تدل على هذا العبارة التي قالها أبو علي النيسابوري وفهموا منها اشتهر أن مقدم على البخاري يقول ليس الأسرى أنها لا تدل على ذلك بل الذي تدل عليه عبارة أبي علي النشبوري أنه ليس هناك كتاب أصح من مسلم ليس هناك كتاب يعني نفي الأصحية لغير كتاب مسلم عليه وليس فيها قول أو حكم بأن مسلما أصح من البخاري لا هذا كلام الحافظ من حجر في فتح الباري يقول لا لم يقل أبو علي النشبوري بأن مسلم أصح من صحيح البخاري لا قال بأن مسلما هو نفى الأصحية لغير مسلم عليه أبو علي النشبوري يقول إيش يقول ابن الحجر نفى الأصحية لغير مسلم لغير صحيح مسلم عليه لكنه لم يقل بأن مسلما أصح من البخاري ما قال هذا قال ابن الحجر رحمه الله هذا مثل إيش؟ هذا مثل الحديث يعني يوضح لنا هذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما أضلت الغبراء ولا أضلت الخضراء يعني السماء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر فهل هذا يعني يقول الحافظ رحمه الله هل هذا معناه أن أبا ذر هو أصدق الصحابة جميعا؟ لا يعني أصدق من أبي بكر وأصدق من عمر وأصدق من عثمان وأصدق من علي هل قصد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ لا قصد بأن أبا ذر ما في الصدق مثله لكنه يوجد في الصدق مساوي له وهو كبار الصحابة مثل أبي بكر الصديق هذا ما ينفي إثبات الصدق لأبي ذر لا ينفي أن هناك من الصحابة من هو مثله في درجته في الصدق بل وأكثر إذا نظرنا الموضوع بناحي نسبة نسبة يعني في المئة فهذا لا ينفي عن أن إثبات الصدق لأبي ذر رضي الله عنه لا ينفي أن غيره مثله معه من الصحابة فهذه منقبة هي على كل حال منقل بأبي ذر رضي الله عنه لكنها لا تنفي أن غيره مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنه مثله في الصدق وليش أليس كذلك؟ فهذا مثله هذا نفس الشيء أبو علي النسبور يقصد بأنه لا يوجد صحيح أصح من مسلم فقط ما تعرض للبخاري ما جاء بسيرة البخاري ما قال بأنه حتى أصح من البخاري لا لم يقل ذلك فهذا تحرير المسألة كما ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري لكن ابن الصلاح كما سمعتم رأيه يقول مردود إذا كان يقصد يقول ما قاله يقصد إذا قصد أبو علي أنه أن مسلما أصح من البخاري فهذا مردود حتى لو قاله أبو علي النسبوري أو غيرها مردود هذا لأنه معارض لما تقرر لدى جمهور أهل العلم من المحدثين بتقديم صحيح البخاري في الصحة وفي الجلالة وفي المنزلة على غيره وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ثم يليه مسلم رحمه الله مسلم تلميذ البخاري مسلم رحمه الله هو تلميذ البخاري وأخذ عنه وقالوا في مسألة في أن واقع حصلت أن مسلما رحمه الله سأل البخارية عن علة حديث حديث كفارة المجلس حديث كفارة المجلس من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك هذا الحديث هي علة غامضة العلة ليس الآن موضع بيانها لكن المقصود القصة فبين الإمام البخاري علة هذا الحديث لمسلم لما سأله سأله لأنه شيخه لأن البخارية شيخ مسلم فبين له علة الحديث فماذا صنع مسلم رحمه الله قام إليه وقبل جبينه وقال حفظك الله أشهد أولا قال أشهد أنه لا يعاديك إلا حاقد ثم قال أبقاك الله شوف اسمع ما قال مسلم لشيخه البخاري قال أبقاك الله يا أستاذ الأستاذين أستاذ الأساتذة زي ما قلنا الآن مثل نقول يا أستاذ الأستاذين هذه عبارة مسلم ويا طبيب الحديث في علله أبقاك الله يا أستاذ الأستاذين يا أستاذ الأساتذة يعني زي ما نقول الآن يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله الحديث المعلولة طبيبه من؟ البخاري رحمه الله هذا معنى كلام مسلم رحمه الله حديث المعلولة المعلول نوع من أنواع الحديث نوع من أنواع الحديث الحديث المعلول أو المعتل المعلول أشهر الحديث المعلول الذي فيه علّة خفية قاضحة قاضحة في صحة الحديث بينما ظاهره السلام منها ثم بعد ذلك قلنا أن الحج في اللغة القصد والأصل في الحج في لغة القصد لكن الخليل بن أحمد الفراهيدي ما قصر المعنى اللغوي على القصد فقط وإنما أضاف إليه وصفين آخرين فقال كثرة القصد كثرة القصد إلى معظم يعني صفتين ليس القصد فقط هذا في اللغة قال الخليل بن أحمد من أئمة اللغة ليس كذلك فهو وسع المعنى اللغوي فقال أن الحج هو ليس مجرد القصد ولكنه كثرة القصد إلى معظم يعني كثرة كثير ترداد القصد لا يوجد ترداد لكن كثرة القصد إلى معظم كالكعبة كالبيت الحرام القصد إلى معظم كالكعبة كالبيت الحرام هذا وفي الاصطلاح قصد مكة أو قصد البيت الحرام بأعمال مخصوصة في زمن مخصوص والحج يقال حج وحج ونقل الإمام ابن جرير الطبري على أن نقل أن الحج بالكسر الحج لغة أهل نجد ابن جرير الطبري نقل في تفسيره ونقله عنه الحافظ في فتح الباري قال بأن الحج بالكسر حج يعني حج هذه لغة أهل نجد والحج بفتحها لغة غيرهم فالحج بكسر الحاء هذه لغة أهل نجد كما نقله ابن جرير الطبري وبالفتح هي رغة غيرهم وأما حسين الإمام حسين بن علي الجعفي وهذا أحد القراء الأثبات الأئمة يعني أئمام في القراءة وتجويد وإمام في الحديث أيضا روى عنه الأئمة الإمام أحمد وروى عنه علي ابن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة روى عنه الحديث أيضا كان من حفاظ الحديث يعني جمع بين كونه من أئمة القراءة لأنه تلميذ لحمزة القارئ أحد القراءة السبعة حمزة الزياد أحد القراءة السبعة هو تلميذه وخليفته جلس في محله حسين الجعفي هذا فهو أحد الأئمة في القراءات وأيضا من أئمة الحديث أيضا من حفاظ الحديث فقد روى عنه الإمام أحمد بن حنبل وراوى عنه علي ابن المديني وراوى عنه يحيى ابن معين وغيرهم من الأئمة وهذا توفي سنة مئتين وثلاثة مئتين وثلاثة هجرية الجعفي هذا حسين الجعفي يقول بأن نقل عنه ابن حجر رحمه الله وغيره بأن الحج بالفتح هو الإسم الحج بالفتح هو الإسم والحج بالكسر هو المصدر قال أن الحج بالفتح الإسم وأما بالكسر حج هذا مصدر وبعضهم قال بالعكس عكسوا قالوا لا الحج بالفتح هو المصدر والحج بالكسر هو الإسم عكسوا بعضهم لأنه مهم هذا كلام علي ابن الجعفي أحد الأئمة القراء وأحد حفاظ الحديث أيضا قلنا أنه شيخ الإمام أحمد وإمام يحي بن معين وعلي بن مديني فبقي من المقدمات أيضا الكلام على أن الحج هل هو على الفور أو على التراث يعني إذا بلغ الشخص أصبح بالغا ووجب عليه الحج إذا وجب عليه الحج بأن أصبح بالغا يعني تجب عليه التكاليف الشرعية هل يجب عليه أن يبادر إلى الحج فورا منذ أن بلغ أو منذ أن وجب عليه أو أن الحج على التراث له أن يؤخره هذا مذهبان مشهوران للأئمة مذهبان مشهوران للأئمة فجمهور أهل العلم على أن الحج على الفور من يوم ما يجب على الإنسان يجب عليه أن يحج فورا ولا يتأخر حتى ولا سنة واحدة يجب عليه عند جمهور أهل العلم أن يحج فورا ولا يتأخر ما يؤخر الحج ولا سنة واحدة إذا وجب عليه إلا لعذر له أن يؤخر الحج لعذر مثل أن يكون ما استطاع الطريق للحج ما استطاع دولته منعته الدولة التي هو فيها منعته من الحج أو أن التنظيم في الدولة المنظمة للحج كذلك جعلت خمس سنوات فهو ما أكمل خمس سنوات فكذلك هذه كلها أيضا من الأعذار التي تبيح له أن يؤخر الحج تبيح له وإذا خالف الحكم وقاله خمس سنوات وجاء بالقوة وحج يأثم بذلك فإنه يكون آثما بذلك وليس مأجورا فالمهم أنه هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يجب على الفور الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمه الله الأيمن ثلاثة من ضمن الجمهور الذين قالوا بأنه يجب على الفور ودليلهم على ذلك المذب الثاني أول نقول أيضا الشافعي عنده رحمه الله ألمان شافعي يقول لا على التراقي والسبب في خلافهم اللي قالوا على الفور اللي قالوا على التراقي ما السبب في خلافهم اختلافهم السبب والخلاف هو اختلافهم في متى كان فرضية الحج متى افطرد الحج هل فرض في سنة ست كما قاله الشافعي رحمه الله لأنه قال أن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه نزلت سنة لا قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قال الشافعي رحمه الله أن قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله هذه الآية نزلت في سنة ست نزلت في سنة ست والنبي صلى الله عليه وسلم متى حج حج في السنة العاشرة بالإجماع ما في خلاف أنه حج في السنة العاشرة للحجرة معنى ذلك أنه أخر الحج سنوات أربع سنوات فليس كذلك فهذا دليل على أن دليل الشافعي رحمه الله على أن الحج ليس على الفور وإنما هو على التراخي يعني له أن يؤخره على التراخي يعني له أن يؤخره ما هو على الفور الفور في نفس وقت الوجوب إذا وجبت عليك هذه السنة يجب أن تحج في هذه السنة ولا يجوز لك أن تؤخره إلا لعذر أما الجمهور جمهور أهل العلم الذين قالوا بأن الحج على الفور فأذلتهم ذكرها الإمام بن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكرها الإمام بن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو فقال فقال رحمه الله بأن الآية التي في صدر سورة آل عمران ما هي الآية التي في صدر عمران قل تعالى إن أول بيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله هذه الآية يقول نزلت في عام الوفود يقول ابن القيم رحمه الله هذه الآية التي فيها إيش فيها إيجاب إيش إيجاب الحج هذه نزلت في عام الوفود وعام الوفود هذا الذي جاء فيه وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناظروا في المسجد وصالحهم على الجزية كان ذلك سنة تسع هذا كان سنة تسع من الهجرة فمعنى ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حج السنة العاشرة هذا قد يقال أنه أيضا فيه تأخير وهذا يوافق ما قاله الشافعي رحمه الله أو يؤيد ما ذهب إلى الشافعي من أنه ليس واجبا على الفور قال لا النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج ولم يحج على الفور يعني في السنة التاسعة التي نزلت في هذه الآية التي فيها إيجاب الحج سببه أن المشركين كانوا يحجون البيت ويعملون المنكرات يحجون عراتاً يحجون عراه ويعملون هذه المنكرات فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أن يصاحبهم أو أن يشاركهم في الحج يريد أن يطهر يريد أولاً أن يتطهر البيت الحرام أو تطهر مكة من ضلالات المشركين كانوا يحجون عراتاً أو بعضهم على الأقل يحجوا بعض العراه ويعفعلون ما يفعلون من الشركيات فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب الذي حمله على تأخير الحج إلى السنة العاشرة هو كراهاته صلى الله عليه وسلم أن يحج في الوقت الذي فيه المشركون كانوا لا زالوا يحجون ويحجون عراتاً يعملون هذه عراه ويحجونها المنكرات فلما جاءت سنة العاشرة فتحت مكة فتحت مكة مكة فتحت وتطهرت الكعبة من الأصنام ومنع أن يحج بعد ذلك العام أن يحج بالبيت مشرك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يذهب بصورة براءة يقرأها على المسلمين أو يقرأها في موسم الحج وصار لا يجوز أن يحج بعد ذلك العام مشرك فإذن تطهرت الكعبة وتطهرت البلد من مظاهر الشرك فعند ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة العجرة فتأخيره ما هو لأنه أراد أن يؤقر تأخيره الحج إلى سنة واحدة ليس لقصد الذي يساعد الإمام الشافعي في دليل لا أخر لسبب كما قلنا إن الحج أصل فيه على الفور لأن هذا الأصل في الأوامر الشرعية قل لي ليس في الحج فقط الأصل في التكاليف والأوامر الشرعية أن يبادر المكلف إليها على الفور لا بد الحج وغير الحج ما هو بس الحج فقط لكن كلامنا في الحج نحن هل هو على الفور وعلى التراكم فالأصل في التكاليف الشرعية جميعا أنها على الفور لا بد أن يبادر إليها المكلف فورا ما يؤخرها في كل التكاليف الشرعية سواء الحج أو غيره فإذن علة الذي سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة هي هذه العلة هذا السبب كان في سبب حمله على تأخير الحج وليس لأن الحج يجوز تأخيره لا إن كان في عذر هذا عذر ولا مو عذر كون المشركين يطوفوا عراء ويعملوا منكرات والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدهم ويحج معهم أيضا كأنه يقرهم على شركهم وعلى ضلالهم إذا حج معهم فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يحج حتى فتحت مكة في السنة العاشرة حج لما كانت مكة فتحت فتحت ولا ما فتحت فتحت مكة طبعا فلما فتحت زال الشرك وزالت مظاهره من الأصنام وغيرها المظاهر الحسية والمظاهر المعنوية للشرك الحج قلنا أن من مقدمات الكلام على الحج الكلام على فضله على فضله الإمام مسلم رحمه الله الذي تابع فيه أو تابعه عليه المصنف هنا بدأ بالأحاديث المتعلقة بالأحكام مباشرة وهي ما يلبسه المحرم لكن قلنا أن الإمام البخاري بعد ثلاثة أبواب بعد ثلاثة أبواب قال باب فضل الحج المبروذ بعد ثلاثة أبواب الباب الأول من كتاب الحج لصحيح البخاري ما هو هو باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل هذا الباب الأول من كتاب الحج لإمام البخاري الباب الثاني في صحيح المباهر البخاري من كتاب الحج هو قال باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عمي قال الباب الثاني في صحيح البخاري من كتاب الحج الباب الثاني من كتاب الحج عند البخاري الباب الثالث باب الحج على الرحل باب الحج على الرحل ثم قال الباب الرابع باب فضل الحج المبروذ باب فضل الحج يعني في البداية ولا مو في البداية؟ في البداية يعتبر رابع باب ليس كمسلم الذي ذكره في باب التاسع والسبعين لما تنظر في رقم التبويب قلنا أنه ليس من صنع الإمام مسلم التبويب الأبواب في صحيح مسلم ليست من صنع مسلم رحمه الله بل من صنع الشارح وهو الإمام النووي رحمه الله ثم بعد ذلك أيضا بواب عليه المختصرون لمسلم كالقرطبي وغيره هذه التبويبات من الشارح أو الإمام النووي أو من المختصرين لمسلم كالقرطبي كأبي العباس القرطبي وغيره فذكر الإمام البخير رحمه الله في هذا الباب وهو باب فضل باب فضل الحج المبرو ذكر فيه ثلاثة أحاديث ذكر فيه ثلاثة أحاديث الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج هناك حديثان عن أبي هريرة رضي الله عنه رواهما الإمام البخاري في صحيحه في باب فضل الحج المبرو الحديث الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه والحديث الثاني الذي ذكره رحمه الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله إيمان بالله ورسوله قال ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله يعني المرتبة الثانية بعد الإيمان بالله ورسوله الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال حج مبرور سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله هذا الأول أعلى الدرجات قال ثم ماذا اللي بعده قال جهاد في سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله الثاني قال ثم ماذا السائل يعني قال ثم ماذا يسأل رسول صلى الله عليه وسلم قال حج مبروذ هذا ذكره البخير رحمه الله في كتاب في باب فضل الحج المبرور من كتاب الحج من صحيحه الحديث الثالث وهو حديث عائشة قلنا أنه ذكر في ثلاثة حديث حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن شوف الضبط هنا اختلف في كلمة لكن لكن هي لكن ولا لكن الذي رجحه الحافظه في فتح الباري أن اللفظة الأصح أو الأرجح لكن يعني أنتن خطاء موجه لأمهات المؤمنين وللساء الأمة من خلالهن قال إيش لكن أفضل الجهاد حج مبرور لكن أفضل يعني لكم أنتم أيها يا أمهات المؤمنين ويا نساء الأمة أنتم لكم الحج المبرور أفضل لكن فيه ضبط آخر وهو لكن أداة الاستدراك لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وافقها على أن الجهاد أفضل عمل أو أن كلامك صحيح أننا نرى الجهاد أفضل عمل لكن استدراك لكن إيش أفضل الجهاد حج مبرور الجهاد قلنا طيب تمام أفضل عمل لكن أفضل الجهاد هذا إيش حج مبرور فجعل الحج من الجهاد وفي رواية أنها في رواية لهذا الحديث أيضا الألفاظ أخرى له في غير البخاري قال عليكن جهاد لا شوكة فيه أو لا قتال فيه لا قتال فيه أو لا شوكة فيه الحج والعمرة الحج والعمرة ولذلك من أوجب العمرة أحتج بهذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة ذكر الإثنين فدل على أنها العمرة واجبة كالحج كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله بقي الكلام على الشروط قلنا أن الشروط أن الحج لا يصح إلا إذا توفرت له خمسة شروط إذا توفرت خمسة شروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاع لذلك قالوا الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية واحد من العلماء جمع هذه الشروط الخمسة في هذه البيتين فقال الحج والعمرة واجبان يعني عند من أوجب العمرة كالإمام أحمد الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني واحد مرة كما قلنا هذا أيضا حدثنا عنه الحج يجب مرة في العمر فقط حجة الإسلام بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية هذه الشروط الخمسة جمعها في هذا البيت ومن الإسلام هذا لا يصح من الكافر إذا حج الكافر افترضنا أن الحج كافر بأي طريقة حج ما مهم التفاصيل ممهم المهم أن الكافر حج يصح حج ما يصح لأنهم فقد شرطا من شروط الصحة لا بدنا الإسلام البلوغ البالغ الصبي الصغير الصبي الصغير إذا حج يصح حج أم لا يصح يصح لكن لا يجزئه عن حجة الفريضة لكن لا يجزئه عن حجة الفريضة فهذا دليله ما خرجه مسلما رحمه الله في صحيح أن امرأة يعني في حجة الوداع أن امرأة رفعت إلى النبي وصلى الله عليه وسلم صبيا رفعت إليه صبيا فقالت ألي هذا حج هذا لو حج هذا الولد هذا لو حج ولما لو حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر نعم هذا نص صريح على أن حج الصبي الطفل الصغير يصح ولم يصح يصح بنص النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا بد أن يحج حجة الإسلام إذا بلغ لورود حديث بذلك أيضا هذا مجمع عليه بين العلماء على أن الصبي إذا بلغ لا بد أن يحج حجة الإسلام ولا تسقط عنه حجته التي حجه هو صغير صبي صغير قبل أن يبلغ الحنث أو الحلم لورود حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يعني قلنا أنه هذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا والصحيح أنه أنه المرفوع أقوى من الموقوف وإن صح عن ابن عباس من قوله يعني كان نافته وأفداها وهو أنه قال أيما صبي حج قبل أن يبلغ أو قبل الحنث فعليه حجة أخرى وأيما عبد العبد كذلك نفس الشيء حج قبل أن يعتق فعليه حجة أخرى يعني بعد أن يعتق فعليه بعد أن يعتق حجة أخرى هذا المعنى ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قوله ورد موقوفا على ابن عباس لكن الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا بأنه ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه في رواية ذكر ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه المشؤور في الحديث ذكر رواية فيها أن ابن عباس قال لا تقول قال ابن عباس لا احفظوا عني لا تقول قال ابن عباس أنا مو كلامي هذا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رواية صريحة ذكرها ابن حجر نقلا عن ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عباس صرح بأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول قال لا احفظوا عني ولا تقول قال ابن عباس يعني قولي أنا مو حجة كأنه يقول أنا قولي ابن عباس أنا مو حجة لا تقول قال ابن عباس قال لا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيما صبي حج قبل الحنث أو قبل أن يبلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج قبل أن يعتق فعليه حجة أخرى اللي حجة الإسلام يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول قال ابن عباس لا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما يكون صح عن ابن عباس أيضا فهذا من باب الفتوى من مثابة الفتوى لا تعارض أن الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتوى سئل ابن عباس عن حج الصبي فقال إذا حجه صحيح لكن عليه أن يحج حجة أخرى هذه بمثابة بما فاثبت الفتوى وليست بمثابة الرواية أما الرواية فصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة إليه معنى من قوله صلوات الله وسلامه عليه الحج المبرور ما هو سمعنا نصوص كثيرة على الحج المبرور وأنه ليس له جزاء إلا الجنة العمرة إلى العمرة هذه رواية مسلم حديث صحية مسلم ذكرها كما قلنا في الباب التاسع والسبعين من أبواب كتاب الحج وهي يعني الذي يتعلق بفضل الحج المبرور عند الباب الرابع في صحيح الإمام البخاري يعني في مقدمة كتاب الحج في بدايات كتاب الحج فرواية مسلم أو الحديث الذي في صحيح مسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أو الذي يخرج منه كيوم ولدة أمه قال بعض العلماء من مشايخنا الذين درسنا عليهم قالوا ما يوجد قالوا نحن تتبعنا جميع العبادات كل العبادات ما في عبادة لا توجد عبادة صرح فيها الشارع بأن الرجل يخرج منها يعني إذا أحسنها طبعا وإذا أتى بها على وجهها كاملة أنها ما توجد عبادة غير الحج ذكر فيها الشارع هذا الجزاء وهو أنه يخرج منها كيوم ولدة أمه يعني منقى من الذنوب مرة ما في ولا ذنب واحد قال بعض مشايخنا الذين درسنا عليهم قالوا أننا تتبعنا هذا المعنى فوجدنا أنه لا يوجد عبادة غير الحج ذكر فيها الشارع هذا الجزاء وهو أنه يرجع منها الحاج المحسن الحاج المحسن وليس الحاج المسئي الحاج المحسن الآن نتكلم على الحاج المبرور كيف ما هو فالحاج المحسن يرجع منها كيوم ولدة أمه قال هذا لا يوجد لم نجد عبادة وهذا صحيح لم نجد عبادة أثاب عليها الشارع أو ذكر عليها الشارع ثوابا مثل هذا الثواب إلا الحج وهذا يدل على فضيلة ولا لا فضيلة عظيمة جدا فالحج المبرور ما هو الحج المبرور المبرور المقبول لكن كيف يكون مقبولا كيف يكون مبرورا يعني مفهوم أنه المبرور يعلم إلا الذي فيه البر الذي تضمن البر يورد في حديث أنه سئل عن بر الحج فقال إطعام الطعام وإشفاء السلام وهذا حديث كما بيّن الحافظ أيضا بأنه في إسناده ضعف قال ولو صح لكان هو المتعين ما صح هذا الحديث لم يصح بأن أن الحج هو إطعام الطعام هذا من ضمن بر الحج ليس هو بر الحج كاملا لكن من ضمن بر الحج أنه إطعام الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك من أعمال البر تدخل في بر الحج لكن ليست هي البر لكن الحج المبرور هو ما يجمع أربعة أوصاف الحج المبرور الذي ليس له جساء إلا الجنة الذي اجتمعت في أربعة أوصاف الذي اجتمعت له أو اجتمعت فيه أربعة أصف الوصف الأول أن يكون خالصا لله تعالى أن يكون خالصا لله تعالى أن يبتغى بها الحاج وجه الله تعالى لا لقصد الثناء ولا لقصد المدح ولا لقصد أن يقال له الحاج بعد أن يرجع بلاده يحمي اللقب الحاج يعني يتشرف بهذا ما في شيء هو يتشرف بهذا طاع عباد الحاج لكن لا يكون قصده هو من الحاج من بلاد ومن آخر الدنيا بس فقط حج حتى يرجع قالوا أهلا بالحاج مرحبا بالحاج جاء الحاج راح الحاج قصده بس فقط هذا لا هذا ليس مخلصا في عمل في أداه الحج إنما قصده أن يحمل لقبل هذا موجود هذا موجود ما ينبغي أن ينكر أحد ذلك هذا موجود مع الأسف لكن لذلك الحج المبرر أول صفة فيه أنه يجب أن يكون خالصا لتعالى لقول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها يسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما راه مسلم أيضا من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه يعني اللي قصده ثناء الناس وقصده مدحى الناس وقصدهم لقوبوا بالحاج وقصدهم كذا يروح يأخذ يوم القيامة يأخذ الأجر الجزاء منهم هم لأنه قصد ما قصد الله ما قصد الله تعالى يقول له قال ما قصدتني قصدت الناس وجوه الناس فاذهب إلى الناس يكافئون بذلك فالشرط الأول الصفة الأولى من صفات الحج المبرور أن يكون خالصا لله تعالى الصفة الثانية أن يكون الحاج فيه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفة الثانية من صفات الحج المبرور أن يكون الحاج فيه في كل خطوة يخطوى متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطوة في كل منسك في كل شعير في كل عبادة في حجه يكون متابعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم يعني فهذا يدل على أن يجب عليك أن تتابع رسولك وكذلك قال قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وهذا يقتضي من الحاج أن يتعلم يتعلم مناسك الحج لأن هذا مثل ما كل واحد يدخل للبحر أو يخوض تجربة أو يريد أن يشتري بيت أو يشتري سيارة ما يسأل في الأول يسأل ويتبع ويأخذ معلومات حتى لا يغرق أو حتى لا يدخل في معمعة ما يستطيع الخروج منها أو يتخبط فيها فحري بالحاج بل واجب عليه أن يتعلم المناسك وهي موجودة مناسك كثيرة متنوعة وأشهرها منسك جابر رضي الله عنه هو حديث طويل في صفة حجته صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم إن فرد به مسلم رحمه الله في صحيح هذا يعتبر منسك كامل حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أفرده بعض العلماء كالعلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة حجة النبي أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب حجة النبي جعل قاعدة الكتاب هذا حديث جابر وبعضهم يسميه منسك جابر منسك جابر وكتب كثيرة في المناسك معروفة على اختلاف المذاهم موجودة معروفة يعني منتشرة ومطبوعة فلا بد أن يتعلم المناسك الصفة الثالثة للحج المبرور وهو أن يكون من نفقة الحلال أن يكون نفقة الحاج التي أتى بها أو التي كانت معوله عليها من نفقة تشمل نفقة الإقامة ونفقة المواصلات ونفقة حملات الحج بالنسبة للحجاج الداخل الذي يحجونه داخل المملكة ونفقة المطوف أجرة المطوف بالنسبة للحاج الذي يأتي من الخارج فلا بد أن تكون هذه النفقة حلالا من مال حلال لأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب خرجه مسلم في صحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيب فالنفقة لا بد أن تكون طيبة من مال حلال التي انفقها الحج وإلا بعد أصبحت مردودة أصبح التعب الحاج جهاد في غير عدو يرجع بل يرجع مأزورا غير مأجور إذا جاء بنفقة حرام من شبهة ربا أو شبهة مال مغصوب أو غير ذلك من مال حرام الصفة الرابعة والأخيرة من صفات الحج المبرور هو أن يبتعد عن المعاصي جميعها المعاصي في الحج نوعان المعاصي في الحج نوعان النوع الأول للمحذورات محذورات الحرام اللي اكتر تكبها معصية ولا ممعصية معصية حتى لو كان اكتكبها سواء اكتر عمدا أو خطأا هي معصية لأنها مخالفة للأمر الشرعي يعني لا تلبس المخيط فلبس المخيط فلي مخالفة ولا لا مخالفة إذا معصية ولا ما هي معصية؟ معصية فالمعاصي في الحج نوعان المعاصي إما محذورات إحرام وإما المعاصي الأخرى المعاصي التي هي أعم من ذلك المعاصي التي هي أعم من ذلك كالكذب والغيبة والنميمة وإيذاء الناس إيذاء الناس هذا أيضا من المعاصي الكبيرة التي ينبغي بل يجب على حاجة أن يتجنبها في الحج كثير من الناس لا يبالي بأذية الناس يعتبرها مسألة سهلة يعني يؤذي الناس بالمزاحمة إيذاء الناس بالمزاحمة على سبيل المثال إيذاء الناس في الحج بالمزاحمة سواء هنا في طواف بعض الناس يعمل كذا كأنها عملت مصارعة أو عملية إظهار للقوة العضلات كذا يستمع اليد بقوة هكذا أو كأنه يخوض في بحر 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 بدل أن يكون بحر من الماء بحر من البشر يدفع هكذا وعند الجمارة الآن الحمد لله أصبح ما في مجال للتزاحم بعد الوضع الأخير هذا بحمد الله جزاهم الله خيرا لكن المزاحمة في غير ذلك في الطواف في السعي في داخل الحرم نفسه في عرفة في ميناء فمزاحمة نس أذية والإذاء للمؤمن يجوز أو لا يجوز إذاء المؤمن بأي نوع من نوع لا يجوز طبعا لا يجوز والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين اثنين بهتان وإثما مبين إذاء المؤمن ما هو سهل حتى لو بالمزاحمة المزاحمة لأنه هذا أحيانا قد يعطيه ذراعه في جنبه فيمرض أو هو يكون مريض هنا يؤلم جنبه فضربه كذا يدفع كذا هكذا عشان يعني يوسع لنفسه عشان يوسع لنفسه وهذا أيضا من الأثر والأنانية لا تجوز الذي دفعته هو يريد أن يصل إلى الكعبة أو يصل إلى الحج كما تريد أنت نفس النية ونفسه لماذا أنت تقدم نفسك عليه هذا ما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا في هذا القدر إن شاء الله كفاية اليوم فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العليم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لحجة علينا وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر